بالعلم بل بالأدمي تنهال أعلى الهتمي عشت حياة العلماء وطرق صنوف الهتمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعقر الله ورحمة الله وبركاته من كوروز لينكس كماند لاين مع موقع وقف قول عندكم ندى ان شاء الله ناخد المحاضرة تحت الضغط والأرشفة اول حاجة ايه هي الأرشفة انت عانسيك ترفع مثلا حاجة على ميجا فاير او عرابة شير عايز ترفع اكتر من حاجة عايز ترفع مثلا أربوم كامل فهو يخليك ترفع الملف نازم تضغطه ترفع يبقى ايه هي عاملات الراحة بيعامل الملفات ملفات كثيرة على اساس ان هي ملف واحد بس بنفس الحاجة تنزيل نعمل الأرشيف نعمل الأرشيف بالoption tool نفتح نعمل . . . . . ده ما نفتكر عشان نعمل ارشيف ب-cvf-c يسوي create عشان تفتكر مسام هنسميه ايه هنسميه مقعد هنحط فيه ايه بقى هنحط فيه بس ده بيضي هدوس انت لقيت سأل الراسي لقيت عبدو او 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 نعمل ارشيف عشان نعرض محتويات ارشيف بقى نعمل ايه قوله فوق داش cf هو اسم الارشيف او اردت الحقيقة اللي فيه فك ارشيف يزيب عن فك ارشيف بنقل store داش xvf او ماشي الارشيف او طبعا هو بمسح اللي هو القديمه و خلي كده ده المتقل السباسي مش ه مش ه هلاء ايه بصول القديم ده هو تبغيره ماشي يعني لو وصل الدول اللي هو الأديم على شوية حاجات جديدة هيمسحه وحط الأديم كاشفة فكر أرشيفة طب عشان نضيف مجلد الأرشيفة يعني ده بقاته فور داشت هي اللي عبده من جوه ملف واحد بس انا عايز هضيف ملفات تاني هذي اضيف بلكون اي تي سي اللي يقول لك داشت or vf وعند كده أبوتو بسم عشيه فعند كده i-tc ومسلا اتنين ودوس انتر مران نشوف كده or-tf بعمل او عرض etc الحاجات تبلغ اوه مالك في اتنين كاشفة ومالك في اتنين كاشفة او الضغط ايه هو الضغط ده؟ الضغط ان انت يبقى عندك مثلا ملف 1 جيجا عايز حجمه تقليل ببقى مثلا 900 ميجا نص جيجا على حسب حالنا نضغط بالعمل GZ ماشي؟ بس عشان تضغط لازم يكون ملف متقرش في الاول عامل فاشا اضغط ملف كلا لازم يكون متقرش ماشي؟ هو اللي وصل GZip تعال نشوف فترة اللي هو ما نفل اسم عبدو حجمه كام 2245 تعال بقى بعد GZip ماشي؟ تعال بقى عندك مستويات اعلى حاجة اللي هو تسعب اعلى حاجة واحد فلو GZip-9 ما نفل اسم عبدو ماشي؟ خلق بالكوا هنا بقى حجمه حجمه كام فينا بقى عبدو اتنيت من حاجة اعلى الليل الثاني شايفين اعبدو بقى خمسة زلتان اوه كان هنا 23000 انا بقى خمسة الاف بس بقى شعب اوه مستويات الضغط ونحكاس اعطب نحن نقوم بقى GZip-tv عشان تأكل الملف المضغوط سليم GZip-tv الملف اللي اسمه عبدو بقى عبدو اوكي جزب داش اهل لحشان يعاد معلومات عملاء في المضبوط جزب داش اهل يقولي المضبوط والانكمبرست هنا المضبوط خمس الاف وحاجه هنا المش مضبوط اثنين وعشرين الف وحاجه النسبة للضغط تهتها وصرعين في الميال انكمبرستنام الاسم بعد فك الضغط نجي زب داش دي عشان نفك الملف عشان نفك الملف المضبوط وحاجه نجي نفك الملف المضبوط الملف بيتمسح يعني ايه بيتمسح يعني هقضي جزب داش دي عشان نفك الملف ستحط الحاجات اللي كنت ستحطي جزب داش د داش دي اللي اسم عبدو بيتمسح بيتمسح لانها عبدو بيتمسح اللي عبدو بس ونفك تحضر اشتركوا في القناة